التقى نائب رئيس الجمهورية فريق روكن علي محسن صالح بمحافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر للإطلاع على المستجدات الميدانية وجهود السلطة المحلية في سبيل تحسين أوضاع المواطنين بالمناطق المحررة واستمع نائب رئيس الجمهورية من محافظ الحديدة إلى موجز عن قروقات ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران واستمرار عرقلتها لتنفيذ اتفاق الحديدة وإصرارها على مضاعفة معاناة المواطنين وشدد نائب رئيس على بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة ورص الصفوف لردع البشروع الحوثي الكهلوتي الهادف لزعزعة أمن اليمن واستقرار المنطقة من جانبه عبر محافظة الحديدة عن تقديره لمهتابعة القيادة السياسية منوها إلى عدد من قضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة